ترجمة الـ mRNA باستخدام جدول أو خريطة الكودون تحتوي خلية الكائن الحي على النواة والتي بدورها تحتوي على المعلومات الوراثية المتمثلة في الكوروموسومات تلك الكوروموسومات تحتوي على الـ DNA المحتوي على جينات بها شفرة تكوين البروتين الذي يحتاجه الكائن الحي ولكي تتم عملية تكوين البروتين تقوم الإنزيمات بفك شريط الـ DNA واستخدام أحدهما كقالب لتكوين الـ mRNA أو الـ RNA الرسول والذي يحتوي على أكواد بها المعلومات اللازمة لتكوين البروتين ثم تقوم الريبوسومات في الخلية بترجمة تلك الأكواد لتكوين الأحماض الأمينية التي تعد وحدات بناء البروتين ولكننا نستطيع أيضاً ترجمة تلك الأكواد كما تفعل الريبوسومات لذلك سنتعلم سوياً كيف نترجم أكواد الـ mRNA باستخدام جدول أو خريطة الكودون الخطوة الأولى لترجمة شريط الـ mRNA هو وضع خط فاصل بين كل ثلاث قواعد حيث إن كل ثلاث قواعد يكونون الكودون الخطوة الثانية هي ترجمة الكودون الأول نلاحظ أن أول قاعدة فيه هي A لذلك سنظلل الصف A والذي ينتمي للقاعدة الأولى في الجدول وثاني قاعدة في الكودون الأول هي U لذلك سنظلل العمود U والذي ينتمي للقاعدة الثانية في الجدول فنجد أن هناك مربعاً مشتركاً قد تكون به مجموعة من الأحماض الأمينية ننظر للقاعدة الثالثة في الكودون وفي الجدول فنجد أنها G والتي تقابل الحمض الأميني الميثونين وبهذا نحصل على أول حمض أميني مكون لهذا البروتين الخطوة الثالثة هي ترجمة الكودون الثاني باتباع نفس الخطوات السابقة فنجد أن القاعدة الأولى هي G والقاعدة الثانية هي G والقاعدة الثالثة هي U فنحصل على الجليسين كحمض أميني آخر الخطوة الرابعة هي ترجمة الكودون الثالث فنجد أن القاعدة الأولى هي U والثانية هي G والثالثة هي A فنحصل على stop والتي تعني توقف عن ترجمة المرن وهذا يعني أن هذا البروتين يتكون من حمضين أمينين فقط هما الميثونين والجليسين وبهذا نكون قد انتهينا من ترجمة شريط المرن أي